بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء من حديث الروح ونحن نخاطب القلب والروح ونخاطب الضمير نريد أن نلقي الضوء على صور مختلفة يجمعها جميعا أنها سصح أن توصب بأنها فساد في الأرض صور يأتيها كثير من الناس ربما يستهين بها وربما يظن أنها نجاح في التفلت من الخلق لكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن الله لا يحب المفسدين وإذا كانت هذه الأمور وهي كذلك تؤدي إلى فساد وقد تعرفنا وانكشف لنا أن هذا فساد وفساد كبير فإن من باب الأخلاق ومن باب حفظ الأمانة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أن لا نفعل مثل هذه الأمور لا يكون عندنا هذا السلوك رجل أو امرأة أيا كان يصر إصرارا ويكرر أو حتى لا يكرر ولو فعلها مرة واحدة على أن يحرق ما عنده من القمامة لسبب أو لآخر الوراق والبلاستيك مصر على أن يصرقه في مكان عام هو يحسب أن هذا المكان لن تصيبه عين البشر أو عين المسؤولين فمصر على أن يحرقه في هذا المكان لا يأبه إلى ما ينتج عن هذا الحرق لهذه الأشياء وما أكثر ما يتضرر به الإنسان والحيوان فلا يأبه لذلك ثم يصر على ما عنده من القمامة أو من المخلفات يحرقها أمام الناس بل حتى ممكن يتخفى بأسلوبه ليفعل ذلك ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم عظيم هذا الأسلوب فيه ضرر متحقق يتضرر به الإنسان والحيوان والنبات أدى لضرر عظيم على المدى الطويل وعلى المدى القصير فلذلك ننبه على أن هذا السلوك ليس فقط جريمة ولكنه في نفس الوقت إثم أمام الله سبحانه وتعالى سينادى صاحبه بأنه مفسد والله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين بأن هذا فساد في الأرض والله سبحانه وتعالى قال ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أيها الإخوة الكرام إذا خصصت رقعة لتكون خضراء في مكان فإنها ستكون بمثابة رئة المكان التي تساعد على أن يتنفس الناس من خلال هذه الرقعة الخضراء الاعتداء عليها بالهوى هو نوعا من الفساد في الأرض الذي يسبب لصاحبه الإثم الكبير علاوة على ما يكون من جرمه باعتدائه هذا إلقاء مخلفاتك والحيوانات النافقة التي تموت منك في النهر الذي جعله الله سبحانه وتعالى أمانه وجعله الحق سبحانه وتعالى لننتفع به ولنستثمره فنحافظ عليه وعلى جماله وعلى الانتفاع به فعندما يموت منك حيوان أو تبتلى بشيء من المخلفات فتلقيها في النهر وفي الماء الذي يشرب به الإنسان فيتسبب هذا في الضرر ولا محالة ستسبب في الضرر هذا إثم عند الله سبحانه وتعالى هذا سبب في زوال النعمة منك والعياذ بالله لأنه يندرج تحت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الذي يقصر في إصلاح سيارته فيتركها تبث عادمها على الناس ولا يأبأ بأن هذا طرر لخلق الله سبحانه وتعالى هذا إثم وإثم عظيم والله سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين أيها الأخ الكريم أيها الأخت الكريمة هذه صور يستهين بها بعض الناس ويظن أنه بنجاحه بالتفلت من عين رقابة فإنه بمنأة عن التفلت من الله سبحانه وتعالى ولذلك ندع من يفعل ذلك إلى التوبة وإلى حفظ حرمة الله سبحانه وتعالى في حفظ حرمة النعمته سبحانه وتعالى لألا تزول النعم وأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين شكرا لحضراتكم